اللي ما بيصليش متكبر على الله وكأنه بيقول مش هسجد ليك يا رب اللي بيصلي بيدخل المسجد وهو يردد اللهم افتح لي أبواب رحمتك واللي ما بيصليش لسان حاله يردد اللهم اغلق عني أبواب رحمتك اللي ما بيصليش قطع صلته بالله ومن قطع صلاته بالله انقطعت صلته بكل مخلوق وانقطعت صلته بنفسه اللي ما بيصليش والله محروم من الحياة محروم من لذة القرب من الله محروم من الركوع والسجود محروم من طهر الوضوء حرم نفسك ليه من نور الله الله نور السماوات والأرض فين النور ده بيتنزل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيه ابتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ربنا وصف اللي بيصلي في المسجد بإنه راجل وليس كل الذكر رجال يا خسارة سنين عمرك راحت وانت قاطع صلتك بربنا وانت مش حاسس عبدي ينادي يا رب كم أعصاك وأنت لا تعاقبني فإذا بصوتي يقول له عبدي كم أعاقبك وأنت لا تدري أوليس حرمانك من الوقوف بين يدي عقاب أليس حرمانك من لذة مناجاتي عقاب أليس حرمانك من زيارة بيتي عقاب بس فين القلوب اللي تحس بالحرمان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد